إيه اللي كان بيعجبك في نعيمة عكف؟ خفة دمة موهوبة جداً بتمثل، بتغني، بترقص طبيعية، عفوية بحبة كتير كانت كتير كتير مشوال وجودك هنا في مهرجان القاهرة السينمائي وأيضاً دعوة من رئيس المهرجان فنان كبير حسين فاهمي وحتى أنت بلوطفة حطيتي صورة لكم على إستجرام ودي كانت حاجة لطيفة كلميني عن انطباعك عن المهرجان هذا العام دائماً مهرجان القاهرة هو بكل الأحوال معروف أنه من أهم المهرجانات على صعيد المستوى بشرق الأوسط بإفريقيا بالعالم كله فأنا كتير كنت حريصة من أول ما وصلتني دعوة من الأستاذ حسين فاهمي والأستاذ أمير رمسيس أن يكون موجودة كضيفة سعادت جداً والأستاذ حسين فاهمي وجوده يعني عامل طابع أميري على هذا المكان طبعاً فحبيت التنظيم حبيت اختيار الأفلام كنت لابسة تبقى للدريس كود بتاع حسين فاهمي كنت لابسة شي بشبهني أكتر وأكيد أنا بالتزم بالقوانين دائماً أنا حدا منظم جداً يعني لأنه فيه جدل كتير أو اهتمام الفنان طبعاً حسين فاهمي عايز أن الناس تكون شكلها من اللائق ودريس كود للفنانة العربية بشكل عام احنا جاينا نقدم فن بشكل راقي فإيه رأيك في فكرة أنه اسراره على دريس كود والناس تلتزم حبيت كثير هذا التفصيل وحسيت أنه عام رجعنا لأيام الزمن الجميل لكل مقام مقال يعني بتحسي أنه فعلاً لازم يكون كيف من زمان لما الناس تروح على السينما تلبس أجمل ما يمكن فبالعكس كان فيه خيار جميل أنه ناس تطلع أنيقة تطلع الجميلة القصة مو قصة عارضة أزياء لا وبنفس الوقت بالعكس أنا حسيت هي السينما فيه أناقة رائعة جداً وفيه إلتزام جميل جداً أنا حبيتها طيب تعالي تروح مع بعض للسينما وأنا عارفة أن أنت موهوبة ومغمرة تحب يتغمن جداً جداً كلميني عن الفيلم المصري اللي أنت لست تقولي أنا جاية ومبسوطة منه كنت مشوية عم بحضر فيلم تسعتاشر بي فيلم مصري جميل جداً لغة سينمائية عالية بعيداً عن كل أفلام اللي هلأ درجة يعني أفلام العنف أفلام المشاكل والحياة الصعبة يعني فيه شيء آخر فيه شيء يشبهنا أكتر إنساني جداً إنسان وممكن يكون يعني هذا الفيلم ما كتير مناسب للحالة للموضة يعني إذا صح التعبير فيلم إنساني فيلم كله مشاعر فيه فلسفة عميقة بيوحي بأول لحظة أنه هو فيلم بسيط جداً بس هو إنساني كتير شاعري جداً وبتوقع نحن حالياً بأمس الحاجة لحتى نقدم مشاعر ونرجع للإنسانية اللي نحن بتنقصنا في عز الأزمات الاقتصادية الناس تميل إلى الحاجات الإنسانية يعني هذا الحدث حصل تقريباً مع فيلم Love Story صحيح صحيح في عز الأزمات قرروا في السينما الأمريكية عملوا فيلم يعني يلعب على المشاعر على المشاعر ونحن بحاجة لهذا الشيء ضمن هالمعمع الكبيرة وتعب الحياة بحاجة لهالمشاعر ترجعنا شوي للحاد الإنسانية تبعنا أكيد ترجمة نانسي قنقر